وصلنا إلى آمي أنباء المال والأعمال في نشط التاسعة وفاتيمة خالين أهلا بك شكرا ساحل ناجي شكرا ريهام الديب وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الأفريقية وأكدت خلالها إسهام مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية وضفت الوزيرة أن حجم التحديات التي تواجه قارة أفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية وذلك في ظل معاناة 20% من سكان أفريقيا من نقص في الأمن الغذائي كما أشارت وزيرة التعاون إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمولية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية استقبل وزير البترول تارق المل رئيس شركة آديس القابدة لخدمة الحفر محمد فاروق وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقادمة بخليج سويس والصحراء الشرقية التي تحتوي على كميات من الزيت الخام أكد المل أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية وتمويل الاستخراج هذه الكميات الموجودة بالأبار أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلومتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي أشار المركز إلى أنه برغم هذا الدور فإن استهلاك صناعة الطيران العالمية للتاقة حظية بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة لافتا إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ظل تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كورونا وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة التعملات على ارتفاع جامعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال التعملات المصريين وسط دولات بلغت نحو 7 مليارات وخمسمائة مليون جنيه وربح رأس المال السوقين نحو 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليونين ومائة وواحد وعشرين مليار جنيه وإلى مؤشرات البرصة حيث ارتفع مؤشر إي جي اكس الثلاثون بنسبة ثلاثة وثلاثة وثمانين مائة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبع وأربعين نقطة كما صعد مؤشر شركات صغيرة والمتوسطة إي جي اكس سبعون متساوي الأوزان بنسبة اثنين وثلاثة وعشر من مائة بالمئة ليغلق عند مستوى ستة ألاف وتسامات وأربعين نقطة زاد مؤشر إي جي اكس مائة متساوي الأوزان بنسبة اثنين وثلاثين من مائة بالمئة ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وثمانمائة وستين نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات مع استمرار مخاوف الإمدادات ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3 من 10% لتصل إلى 82 دولار و 65 سنت للبرميلة كما صعد خام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 4 من 10% ليصل إلى 77 دولار و 9 سنتات للبرميلة كذلك زادت أسعار المزوط العالمين بنسبة 63 من 100% لتصل إلى دولارين و 64 سنت للتر هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32 من 100% لتسجل نحو دولارين و 51 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تنطلق فعليات مؤتمر التاقة النظيفة 2024 غدا في الرياض بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين محليين ودوليين في مجالات التاقة الشمسية يعدف المؤتمر إلى استكشاف التقنيات والحلول المتطورة من الشركات الرائدة في قطاع التاقة الشمسية وتحديد المسارات نحو مستقبل مستدام ونظيف للتاقة في المملكة وذلك من خلال تعزيز الحواري والابتكار المحلي في هذا المجال ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ 7 أسابيع اذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر للشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي على كلفة من جهتها أوضحت وكالة بيانات الأسعار تي اي سي اندكس أن مؤشر البلطيق للشحن الجوي الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق ارتفع بنحو 6.4% في الأسبوع حتى أمس الأثنين لعكس انغلق فضات منذ ذروة الموسمية في منتصف ديسمبر أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في تنظيم الواردات الأوكرانية وخاصة الدواجن على المستوى الأوروبي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمكرون في ستوكهولم مع رئيس الحكومة السويدي أولف كريستر شون وتمثل خطوة مكرون محاولة لتهديئة غضب المزارعين الذين بدأوا في إغلاق الطرق الرئيس السريعة حول فاريس بجرارتهم ودعت نقابتان للمزارعين إلى حصار فاريس للممارسة الضغط على الحكومة لتلبية طلبتهم حيث وعدت الحكومة الفرنسية بتقديم مزيد من الإجراءات لصالح المزارعين كشفت تقارير بريطانية أن ارتفاع تكاليف المعيشة في لندن سيؤدي إلى انقفاض عدد الطلاب المدارس وبالتالي إغلاق الكثير من هذه المدارس أشرت مجموعة لندن كونسلز إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خروج عدد كبير من العائلات من لندن ومن المقرر أن تفقد المدارس بلندن ثمانية ألاف طالب خلال الأربع سنوات المقبلة العديد من المدارس بالعاصمة بريطانية لندن معرضة لخطر الإغلاق بسبب انخفاض عدد الطلاب لارتفاع تكاليف المعيشة ورحيل عائلات كثيرة عن المدينة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض معدل المواليد مجموعة لندن كونسلز توقعت في تقرير لها أنه في السنوات الأربع المقبلة ستفقد العاصمة بريطانية حوالي ثمانية ألاف طالب معربة عن قلقيها إذا استدامت بعض المؤسسات في مواجهة ذلك وأوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي ربما دفعت العائلات إلى مغادرة لندن مثل تأثير جأحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو حتى الافتقار إلى السكن يسير التكلفة قالت المجموعة التي تمثل 32 مجلسا تغطي لندن الكبرى إن انخفاض معدل المواليد بنسبة 17% في المدينة بين عامي 2012 و2021 هو سبب رئيسي آخر لانخفاض الطلب على مقاعد مدرسية ومع اختيار عدد متزايد من الأشخاص عدم العيش في العاصمة انخفض معدل المواليد في لندن كما أظهر التقرير وحذر التقرير من أن هذا التراجع قد يتفاقم ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في عدد طلاب واحتمال إغلاق المدارس كذلك حذر التقرير من أن المدارس التي تموولها الحكومة ستضطر لاتخاذ قرارات صعبة لتحقيق توازن في ميزانيتها مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ورهام لاستكمال ما تبقى من تسعة شكرا فصيما